يا أهلا بكم مشاهدين الكرام بفقرة جديدة من مجلة تركيا اليوم وكما عودناكم دائما الكثير من القصص والأخبار الغريبة والمثيرة لكن اليوم أحببت أن أبدأ ببيت شعري جميل وحالم يقول وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة تحقيق النجاح ليس بالأمر السهل وحتى تكون شخصا مميزا أو متميزا بين أقرانك عليك بالكثير من الجهود والعمل والمثابرة جولة اليوم ستبدأ من شخصية كبيرة في العالم التركي سمعنا عنها وعن نجاحاتها كثيرا حتى أن اسمها أطلق على أحد المطارات الدولية في إسطنبول إشارة إلى مكانتها في هذا البلد وهي صبيحة جوتشي أول امرأة في تركيا والعالم تعمل كطيار مقاتل والتي تنتشر قصص بطولتها في الصحف العالمية والتي أيضا تكرمت ومنحت الجوائز الشرفية من جميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن هذه السيدة القوية لنتابع التقرير الذي أعده لنا الزميل هاشم صالحة صبيحة جوتشين أول طيار مقاتل من النساء في التاريخ الطفلة التي تبناها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتترك ومنحها لقبها جوتشين الذي يعني بالتركية المتعلقة بالسماء ولدت صبيحة جوتشين في 22 مارس آذار عام 1913 في مدينة بورصة وفقدت والديها في سن مبكر دخلت صبيحة جوتشين مدرسة تركشو للطيران المدني وحصلت على شهادة قيادة الطائرات في أنقرة وقد أتمت تذريباتها بعد أن ابتعثت مع سبعة طلاب آخرين إلى القرم في روسيا وبعدها دخلت مدرسة الطيران العسكرية في إسكشهير لتتخرج منها كأول طيار عسكري تركي من النساء اكتسبت شهرتها لما أظهرته من كفاءة عالية خلال جولة هاتاي إذ قامت جوتشين بأمر من آتاتورك بالطيران في جولة بمفردها استمرت خمسة أيام في البلقان وخلال هذه الرحلة سافرت إلى مدر مثل أثناء وصوفيا وبليغراد كرمت جوتشين بالعديد من أوسمة الشرف وكان أهمها اختيارها ضمن قائمة 20 طيارا كتبوا أسماءهم في التاريخ وذلك عندما حضرت كضيف شرف في حفل تخرج كلية الأركان الجوية الأمريكية وهي بذلك الأولى والوحيدة التي منحت هذه الجائزة من النساء دخلت جوتشين موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول الطيار مقاتل في تركيا والعالم توفيت في عمر الثامنية وثمانين وجرى تسمية المطار الثاني في إسطنبول باسمها تخليدا لها الجنة تحت أقدام الأمهات أمهاتنا يقدم لنا الكثير خلال حياتنا إنهن يبذلن أقصى ما بوسعهن لننعم نحن بحياة أفضل في هذا الخبر مشاهدين أم تنقذ أطفالها بموقف بطولي كما في الأفلام بعد أن شب حريق في بيت هذه العائلة الذي يعني هو موجود في الطابق الثالث بسبب تماس كهربائي وحاصرت ألسنة اللهب جميع المخارج فلم يبقى أمام هذه الأم سوى إلقاء أطفالها الأربعة من النافذة كما تشاهدون في الفيديو الجيران وسكان الحي تجمعوا أسفل النافذة وأخذوا يطالبون منها أن تلف الصغار بالبطنيات وتلقيهم من النافذة إليهم إلى الجيران يعني وبالفعل هذا ما حدث حيث قامت الأم بإلقاء صغارها واحدا تل والآخر والجيران تلقفوا الصغار قبل أن يرتطموا بالأرض هذه معجزة تم إنقاذ الأطفال والأم فعلا بمعجزة وتم نقلهم إلى المشفى ونبقى في إسطنبول ومشهد آخر مليء بالآدرنالين حيث لاحظت قوات الشرطة وجود عدد من اللصوص يحاولون سرقة سيارة فارخة نوعا ما في منطقة بيليك دوزو إذن اقتربوا هؤلاء إلى السيارة اللصوص بسيارتهم ودخل أحد اللصوص تسلل إلى السيارة التي يريدون أن يقومون بسرقتها إلا أن شرطة لاحظوا ذلك وذهبوا وقطعوا عليهم الطريق بشاحنة كبيرة فهرب أحدهم مترجلا على قدميه والآخرون علقوا بالسيارة لم يستطيعوا الهروب وفي هذه اللحظات بالضبط قام أحد اللصوص بإطلاق النار على الشرطة وشرطة بدورها أطلقت النار عليهم أيضا ما أجبر اللصوص على النزول من السيارة والهرب جريا ولاذوا بالفرار إنهم محظوظين عادة في مثل هذه المواقف إما أن يتم إلقاء القبض على اللصوص أو ربما يتم إصابة أحدهم بالطلق الناري أما أن يلوذوا بالفرار في هذا أمر لا يحدث إلا للمحظوظين موقف آخر لكن طريف تخيل أن تطلب هاتفا عن طريق أحد مواقع التسوق التي انتشرت كثيرا في الآونات الأخيرة ثم بعد أيام يأتي إليك الهاتف وأنت بكل حماس تمزق الغلاف تريد أن ترى الهاتف وتتفحص الكرتونة هذا هو الهاتف الذي اشتريته أم لا لكن هل تعتقد بأن هذا الهاتف أو هذه الكرتونة عندما تفتحها سوف يكون بداخلها مثلا بسكويت هذا بالضبط ما حدث مع شاب تركي طلب هاتفا بسعر ستة ألاف وثلاثة مئة ليرة تركية إنه رقم ليس يعني رقما بسيطا أي ما يقارب ألف دولار الغريب أن هذا الموقع مجرب على حد قول الشاب فكان قد طلب منه سابقا وأحضر له دون أي مشاكل يا لهذا الشاب المسكين يا لهذا الشاب المسكين فعلا كان ينتظر هاتفا وإذا به يجد بسكويتا في الكرتونة بالطبع قام الشاب بإبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الأمر كونوا حذرين أعزائي المشاهدين من الإحتيال الإلكتروني الذي انتشر في الأهونة الأخيرة ولا تطلب إلا من مواقع موثوقة جدا جدا فتاة تركية تصبح حديث الإعلام الكوري دعوني أشارككم هذه القصة شيرين هي فتاة تعمل بأحد المطاعم في كوريا الجنوبية وعند المساء قبل إغلاق المطعم بقليل سمعت شيرين صوتا غريبا قادما من أحد زوايا المطعم فقامت تريد أن تتعرف على مصدر هذا الصوت لتجد أنه قادم من دورة المياه فذهبت هي وصاحب المطعم وزوجة صاحب المطعم مسرعين إلى مصدر الصوت وإذ به بعد قليل بدأ وكأنه صوت صراخ وهنا كانت الصدمة إذ وجدوا فتاة تتعرض للعنف والخنق من قبل رجل غريب في هذه اللحظة قام صاحب المطعم كانت ردة فعله غريبة أيضا هو أيضا هجم على الرجل لكن لم يقدر عليه وحيدا فشاركت هجمة كل من الفتاة التركية وزوجة صاحب المطعم أيضا في تلقين الرجل المعنف ما يستحق وتمكنوا ثلاثتهم مجتمعين من إنقاذ الفتاة التي تعرضت للأذى الشديد بسبب ذلك الرجل المضطرب المعنف وتقول شيرين لم أستطع ترك الرجل حتى تأكدت من قدوم الشرطة واعتقاله موقف جريء وشهم من شيرين وصاحب المطعم وزوجة صاحب المطعم أيضا ننتقل إلى خبر يتعلق بالفنانين والمشاهير تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن المغنية إيريم ديرجي صاحبة الثلاثة وثلاثين عام بعد أن اعترفت أنها قد بدأت بعلاقة غرامية مع الممثل التركي إمري أسلان البالغ من العمر 22 عام الذي يصورها يعني بـ 11 عاما وبالطبع لمثل هذه الأخبار يفرح المترصدون في مواقع التواصل الفريد في هذه العلاقة ليس فقط فارق السن بينهم فإن في دنيا العاشقين لمعجزات كما يقال لكن نشر أحد المواقع أن هذه العلاقة بدأت من خلال تطبيق اجتماعي جديد ويبخت اللي يجمع بين حبيب وحبيب وتقول الصحف أيضا أن المغنية تساعد حبيبها لينتقل من التمثيل إلى الغناء مشاهدين الكرام كان هذا آخر خبر معنا الليلة لم يبقى سوى أن أشكركم على لقف المتابعة وأترككم مع الزميلة عهد والكثير من الأحداث والمتابعات في سهرة اليوم لكن بعد الفاصل